الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائلة تقول أنا مقيمة بفرنسا ولم أرزق بالذرية أريد أن أتكفل بطفل سؤالي هل يجوز أن يكون من أبوين كافرين أو لا يجوز والله الذي لا إله إلا هو يا أختي إذا تكفلت بطفل من أبوين كافرين عندك الأجر مرتين الأجر الأول يتيم لأن ولده وموه هكذا ليس اليتيم من انتهى أبواه من ذل الحياة من هم الحياة وخلفاه ذليلا إنما اليتيم من تلقى له أم من تخلت أو أبا مشغولة اللولا عندك أجر كافلة يتيم الثنين عندك أجر أكبر من الأول وهو إنقاذه من الكفر وإنقاذه من النار جيبي أطفل ربي على الإسلام أجرك عند الله عظيم ولغذتي جيبي زوج جيبي ثلاثة قدمت سلك عندك أجر عند الله فهمت يا أختي ما ينمكش باباه وإبن زنا باباه كافر لا باباه مسلم يعوذ بالله راه كارثة فيها المسألة كارثة بمعنى الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل يجوز لك يا أختي كسماتي وعندك الأجر مرتين سائل يقول هل يجوز أن يكون هل يجوز الوضوء في بيت الخلاء في بيت الخلاء هذه المسألاني حب تفهمني اسمع هذه المسألة افهم حبسوا كلش والله مسألة تتعلموها من دينكم خير من السماوات والأرض سمعت وشاني يقول لك حبس كلش بتسمع هذه المسألة العلماء بكري علماءنا المالكية عليهم والرضى والرضوان واللي نتشرف الانتساب إليهم علماءنا كان يقولوا مكروه لو كانت روح الخليل والدسوق والخراشي والرهوني والإمام الحطام والمازري والباجي وابنون القاسم لو كانت روح يقولوا مكروه وخليل مكروه ولكن تبعوني مليح وشنه هي بيت الخلاء لأن بيت الخلاء تطورت والعقليات تتع بعض الناس لم تتطور بكري بيت الخلاء هي هذه الثقبة هذا مكان هذه هي بيت الخلاء ثقب في الأرض يستعمل للخلاء فقالوا مكروه على لأن الإنسا كي يدخل يقدر يطرش روحه يقيس الماء تعال نجاسة هكذا يقيس النجاسة كانوا يخاف الآن الآن جاوبوني بيت الخلاء ريكي مبكري الآن بيت الخلاء كبيرة غرفة كاملة مننا كين حوض تعال الغسل مننا كين حوض تعال الوضو مننا وين يغسلوا رجليهم أكرمكم الله مننا بيت الخالة لي هي الثقبة بيت الخالة كين منا زوج مرايات يعني فهمتوا كيفية الآن بيت الخلاء تطورت مبقاتش مكان خاص تعال نجاسة إذن إذا كان تقصد أنت ببيت الخلاء مكان خاص تعال نجاسة ثقب في الأرض مكره الوضو في بيت الخالة ما خافتها أن تصيبك النجاسة أما إذا كان قد محوض يجوز توظى ومشي مكره ولا شيء عليك فهمتوا إذن بيت الخالة تطورت وبعض المفتين عندنا ما تطوروش والعالم يتطور كين بعض الناس يعني من أصحاب البيوت الواسعة عرضوني للبيت انتحهم والله نهار قلت له باش ندخل نتوضى بيت الخالة ياه نهار دخلت دخت ياه بارط ما وحده خراء قاع عنده حتى حمام حمام كامل قاع كان عنده مسبح فكلمة بيت الخالة ما أوليتش كيمام كتوب في كتب الفقه وهو ثقب في الأرض يستعمل لطرح الفضلات والنجاسات أصبحت مكان واسع إذا كان مكان واسع يجوز ولا كراهة ولا شيء عليك إذن سائل يقول ما حكم التصدق على غير المسلمين إذا غلب على ظنك إذا غلب على ظنك أن يتقرب من الإسلام أو يسلم أو تساعده على الإسلام يجوز يجوز إذا غلب على ظنك هذا يجوز أما إذا كان غير مسلم تعطيل مالي يروح يكفر ويروح يخمر ويروح يزني ويروح يفسق ولا من هذا الشواث جنسي يروح يعصي الله فهذا لا يعطى من الزكاة وإنما فقط لنعطيله من زكاة المسلمين الذي نظن إسلامه جالك إنسان قال لك ياودي أني حاب نتعرف على الإسلام إذا تساعدني تعطيله أنت الزكاة يشري كتب يشري تفسير للقرآن الكريم فهمت كيف أو حاب يسافر إلى بلاد المسلمين بش يتعرف على الإسلام المسلمين تعطيله من الزكاة باش يتقرب من الإسلام في هذا يجوز إن شاء الله أنا كنت في إسبانيا وجاني وحد السائل يطلب طلاب قال لي عاوني قطلوا بالك تروح تشرب الخمر قال لي لا 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 ما نشربش أنا الخمر قطلوا أكعب لي ربي واحد الله واحد مشي ثالث ثلاثة قال لي ويوي قطلوا أكت تقولي ويوي غير قداميك ينروح أناكت تقول ثالث ثلاثة قال لي لا لا شرحت له الإسلام وعطيته صدقة وش نويت في قلبي وش نويت قلت يا رب هاو يشوفني باللحية والقندورة والشاشية بيضة وبالك أول مرة في حياة تتلقى مع مسلم يا ربي نيتي نحسن له صورة الإسلام بشيكي ويشوف وسائل إعلام وشي تكذب على الإسلام والمسلمين يقول ما كاش منها هني تلقيت مع مسلم ووقف معي وعاوني هكذا كانت نية إن شاء الله أحبب له الإسلام ولم تكن زكاة أن هذا السائل السائل هو يقول هل يجوز يعطى غير المسلم من الزكاة إذا كان لترغيبه في الإسلام يجوز سائل يقول ما حكمه طربية القطة الأسود في البيت يجوز أسود ولا ماشي أسود يا سيدي يجوز وإنما المبالغة المبالغة يعني المبالغة كي الناس عندهم ولادهم وعندهم قطة ولاده ضايعين والقطة يوكل فيها الكبدة تعالجات والروز مخلط بالبيض ولازم يدها تحوس وهذه قطة ويظل رافدتها لا لا وترقدها معاها وراجلها راقد في الصالة الوحد هذه المبالغات أما القطة في البيت يجوز النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافات عليكم تطوف تطوف ويقول عليه الصلاة والسلام إن إما رأى دخلت النار في قطة دخلت النار علاج القطة ربطتها ربطتها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض ما طعمتها ما خلتها تأكل من خشاش الأرض وهذا الدليل على أنه لما تربي قطة لازم تطعمه هذا الناس لم يربي قطته يغلق باب دارو ويروح عطلة وبعد يقول لي يصيب القط ميت يغلق باب دارو ويخلي العصافير يروح بروا لما يصيب العصفر ميت حرام عليك حرام عليك يا سيدي لا لقد قتلت روحا وهذه العقيدة ليعتقدوها كثير من الناس بالليل قط عنده سبع رواح عقيدة باطلة لا أصل لها إذن يجوز لك تربي قطة ولا شيء عليك وإذا قدرت إذا استطعت يعني لا تقطع المبيضة تحها ولا تمنحها من التكافر أمي رب قطة الآن ويتديها للطبيب يدلها عملية باش ما تقولش هذا حرام هذا من تغيير خلق الله والله عمر داركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته